رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بقرار اعتراف النرويج ودول أخرى بدولة فلسطين وثمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتجار المجاري بيتر سيارتو في العاصمة عمان مثل هذه القرارات التي هي تأكيد على طريق السلام وحل الدولتين نثمن هذا القرار عاليا ونعتقد أنه خطوة أساسية وضرورية للرد على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ليس فقط رفض لحل الدولتين ورفض لحق الشعب الفلسطيني في حريته ودولته المستقلة ولكن أيضا من إجراءات عملية على الأرض تقتل فرص تحقيق السلام في المنطقة برماتها